ضربتان شديدتان وجهت اليوم للكيان المقاومة وجهت ضربتين من أكبر الضربات في هذه المعركة المستمرة منذ أكثر من سبعين يوم إحدى الضربات كانت عسكرية فقد ظهر بيديو في كثير من العمليات العسكرية المباشرة والمؤلمة للكيان والضربة الثانية كانت فيديو لثلاثة أسرع لدى المقاومة وكلهم من كبار السن كلهم تجاوزوا لخمسة وسبعين سنة من الرجال والذين قالوا في عنوان للفيديو لا تتركون نشيخ هنا لا تتركون نكبر ونشيخ هنا ونحن نخشى أن تقتلوننا بالقصف سأركز على هذا الفيديو الفيديو الأول تجدونه في عدة أماكن وأكيد أن الناس تابعوه ربما بشكل أكبر لكن في اعتقادي لأن الفيديو الأول فيديو المعركة العسكرية هو معركة عسكرية بين الطرفين وإن كان طبعا وجهت لهذا الجيش الذي كان يقال أنه جيش لا يقهر وكان الحديث عنه يرضع جيوش المنطقة ويخيف جيوش المنطقة وكان الأمريكان والغرب عموما والأمريكان خصوصا جعلوه الجيش الذي يستطيع أو هكذا قالوا نظريا لكن عمليا كان يدعمونا الذي يستطيع أن يهزم كل جيوش المنطقة كلها كان بحديث حتى على الجيش التركي والجيش الإيراني بالرغم أن هذين الجيشين من أقوى الجيوش لكن طبعا التكنولوجيا الأمريكية هي أيضا تصب لدى الكيان والتدريب الأمريكي إلى آخرهم بل أننا شفنا اليوم وزير الدفاع الأمريكي اللي وزارته تلقت حوالي 900 مليار دولار كميزانية وهذه الميزانية تكبر ميزانيات العشر دول التي تأتي بعد الولايات المتحدة تساويها كلها أو تزيد عنها وهذه الميزانية أيضا تساوي أكثر من ميزانية 100 دولة ميزانية ليست الجيوش ميزانية العامة لمئة دولة وزارة الدفاع الأمريكية وحدها تتجاوزها لماذا؟ لأن إمبراطورية وترى أن لكي تحافظ على هذه السيطرة العالمية حيث تتواجد في 130 دولة تواجدا عسكريا بشكل أو بآخر وتجوب بحار العالم بحاملات الطائرات وبالأساطيل البحرية والبوارج والغواصات النووية وغير نووية لكي تستمر في هذه الهيمنة العالمية فعليها أن تصرف كثير من الأموال وهي تعتبر أن هذا المصروف على وزارة الدفاع هو استثمار لأنها تستطيع أيضا من خلال وزارة الدفاع والجيوش الأمريكية المنتشرة أن تأتي بتروات العالم إليها بشكل أو بآخر كنازير الدفاع هناك إذن القضية الأولى كما أقول ضربة شديدة ولكنها تبقى في المجال العسكري الضربة الأكبر في اعتقاده هي ضربة الفيديو للأسرة الثلاث خلونا نشوف منه مقطع ثم ننضيف التعليق عليه ولماذا أعتقد ويعتقد الكثيرين أنه ضربة شديدة الفيديو هذا جزء منه مقطع منه تولا حضرون أنه جاء بأغنية يعني مرفوق بأغنية هذه تقريبا ربما المرة الأولى لستقوم بها المقاومة بأن تنشر فيديو بأغنية وأغنية إسرائيلية يعني أغنية عبرية استمعت لأحد المعلقين قال أن هذه الأغنية معناها أنقذونا أي هي أغنية مشهورة في الكيان وتعني عموما أنقذونا إذن وضعوا لها الخلفية خلفية أنقذونا وكان المتحدث حسب الترجمة العربية للمتحدث بالعبرية يقول نحن من مؤسسي جيش الدفاع ومن مؤسسي ومن بنات الدولة ولا تتركونا لا تتركونا نشيخ هنا لا تتركونا نصبح شيوخ هنا ولا تقصف هنا لأننا نخشى القصف نخشى الموت وثم يتوجه إلى نتنياهو شخصيا ويقول له عليك أن تدفع أي ثمن مقابل أن يطلق صراحنا ترجمة نانسي قنقر